التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بوفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج وذلك في حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقد أعرب رئيس الوزراء عن سعدته بلقاء شباب مصري ناجح وعد أتيحت له الفرصة للدراسة تخصصات متميزة في الجماعات الأجنبية بالخارج وأشار إلى أن الدراسة بالخارج تتيح فرصة الاحتكاج بمجتمعات وثقافات مختلفة والتعرف على تجارب الدول والاستفادة منها وإثراء وتطوير أنماط التفكير لدى الشباب كما استعرض رئيس الوزراء ما تقوم به الدولة حاليا من جهود في مختلف المجالات والقطاعات سوف يستفيد من هذا الجيل من الشباب والأجيال القادمة وقد وجه مدبولي رسالة مهمة لشباب حثهم خلالها على المثابرة مهما صادفهم من تحديات في طريق العمل والنجاح